بسم الله الرحمن الرحيم فضل يوم عاشورة والأفضل والسنة أن يصوم التاسع والعاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى أقابل لأصومن التاسع والعاشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الصيام وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشورة الذي نجى الله فيه موسى ومن معه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وبحاجة آخر لئن عشت إلى أقابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر فهذا هو الأفضل أن يصام العاشر لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية يوما قبله ويوما بعده والصيام فيه على سبيل العموم أفضل من غيره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهذا على سبيل العموم فلو صام الإنسان يوما أو يومين أو ثلاثة في شهر المحرم أفضل من غيره من الأشهر سوى رمضان وأخضر عن تكفيره للذنوب فقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فلو صام المرء كل الشهر فكان أفضل له لكن إذا كان يشق عليه فيصوم بقدر ما يستطيع منه يصوم يوما ويفطر يوما إن كان يشق عليه فإنه يصوم الاثنين والخميس إذا كان يشق عليه فإنه يصوم ثلاثة أيام يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر فيما صار الشهر كله فهو أفضل وأفضل هذا الشهر عموما أعني شهر الله تعالى المحرم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام فيه وخاصة الصيام في أيام الاثنين والخميس فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال تعرض على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ولا شك أن اتباع الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك له به أجر عظيم باتباعه للسنة ولفضله وأهميته كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أيضا من يذهب إلى القرى من ينبيههم بصيام فضل يوم عشر كما جاء في الصحيم الحديث الربيع أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى القرى فيأمرهم بصيام يوم عشر من كان صائما فيتم صاله ومن كان مفترا فيمسك يعني يمسك بقية اليوم بل كانوا يصومون الصبيان أيضا